في عمساء العسل أبيض على أولى فقراتنا عن المرأة المرأة مش بس نص المجتمع المرأة هي المجتمع كله لما تكون المرأة دي هي الأم والأخت والزوجة والابنة أكيد ما تبقاش نص المجتمع تبقى المجتمع كله بأكمله وعشان هي المجتمع كله لازم تكون متصانة ومحفوظة اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو ضياع لحقوقها وبهدلتها في محاكن زي محكمة الأسرة كل ده علشان تاخد حقوقها بتفضل بلا مأوى وبلا سكن وبلا مال وبتجري سنين في المحاكم علشان تاخد حقوقها يا طرف السنين دي كلها ايه اللي بيحصل لها؟ ده موضوع مهم جدا بيخص ملايين من سيدات مصر ياريت يكون حد من الجهات المعنية بحقوق المرأة يكون بيسمعنا وكمان بنناشد مجلس النواب الجديد اللي كان النهاردة من جلسته الإجرائية انه يكون الموضوع ده على رأس أولوياته لازم نناقش قوانين المرأة زي قانون الأحوال الشخصية والمقترح الجديد اللي هو قانون الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء سن الحضانة وده علشان نحمي المرأة الزوجة أو نحمي المرأة الحاضنة المطلقة من الطرد والتشارط قضايا كتير زي النفقة والخلعة وغيرها من المشاكل اللي بتواجه المرأة هنفتحها النهاردة في ملثات مع سيدة مهتمة جدا بمشاكل المرأة مع الدكتورة مها معروف استشاري النساء والتوليد والناشطة في مجال حقوق المرأة برحب بحضرتك أهلا بيك دكتورة مها أنت طبيعة شغلك بيخليك تحتكي بنساء كثر وأكيد بتتناقش معهم بعيدا عن هم بيعانوا من إيه ومشاكلهم النفسية والإنسانية أكيد بيدردشوا معاك في أشياء خاصة بيهم من فضلك يحكي لي عن تجارب كده معينة أنت شايفاها ولمساها من خلال تخصصك ومن خلال كمان اهتمامك أن أنت ناشطة في حقوق المرأة إيه أهم القضايا اللي بتهم المرأة وبتناقشها معاك؟ أحس أن فيها مشاكل كتيرة جدا شو أخد حقوقها؟ أنا لما بتجي لي المرأة سعيد تيجي مريضة عندها توتر توتر عسبيت توتر بيجي عليها هرموني ومرضي وكله من إيه؟ إيه بيت دردش بلا أني هو البيت الأساس مش مرتاحة إيه ست تقولي أنا عايش عايشة وخلاص طب هروح فين؟ يعني إيه تروح فين؟ أنت مش مرتاحة في عاشتك طلب التطلق طب هروح فين؟ أنا مليش أهل أنا أهلي ماتوا طب أنت مجبرة ليه على الحياة؟ ما عندكيش الدخل اللي يعمل عشتي ليه مع راجل مجبرين أنهم يعيشوا معي؟ ليه؟ كدخل أو مسكن ده شيء لتنين أما كتجربة فالمحاكم الأسرة ماشاء الله مليانة بقى بالسنين والزحام والقضاء وسنين مطوعة محاكم الأسرة يعني إحنا عايزين نناشد بتطويرها وتعديلها تعديل وتطوير محاكم الأسرة أنت يا دكتور يمكن تريكي تجربة يعني طويلة وسنين طويلة في حاكم الأسرة أنا أحب أن نستعرفها لأنه ده من ضمن الحاجات الأساسية اللي احنا حبين محاولة تحكيها وعشان كده حالك من ورانا النهارة الله يخليكي مرسيه لا أنا لي تجربة وما بخجلش منها أنا دخلت المحاكم بروح مع أعلى المحامين على أعلى مستوى واحضر أضايا كلها عشان أشوف إلي بيحصل وبأشوف جنبي يعني أنا الحمد لله قادرة إني معتمدة على نفسي وقادرة إني بعيش نفسي وأولادي والحمد لله رب العالمين في أعلى مستوى فيه ناس مش قادرة فيه ناس بتعاني أنا رغم كده أن أنا بعاني من التطويل التطويل يا جماعة 3 سنين أنا 3 سنين بنزل المحاكم وأشوف الدنيا ماشية إزاي بلاقي أني فيه قضية بتوعى 3 سنين ولسه أنا يعني عندي بتاع عشر قضية اتحكمني في واحدة منها ولكني متفاق هل هي قضية شخصية مش بتنزلي عشان تشوفي الناس؟ لا بنزل الشخصي وبنزل ساعات والله مع المحامي بتاعي بنزل أشوف الدنيا ماشية إزاي وبتناقش مع مستشارين وكله وبشوف الدنيا ماشية إزاي في قضايا ممثلة يعني؟ في قضايا ممثلة كتير المحاكم محتاجة تعديل وتطوير فيه مكاتب اسمها مكاتب التسوية في المحاكم مكاتب التسوية دي عبارة عن موظفين ليه ما نجيبش أسادزة جامعة وهم اللي بياخدوا منك القضية بيبدأوا يعني أي محكمة أسرة بتبدأ بالتسوية تسوية دي موظفين ما احترامي ليهم وكله لازم يكون فيه أسادزة أستاذ جامعي نفسي اجتماعي كله فيه حاجة اسمها ده حاجة ده تحضير أما التحضير فلازم يكون فيه مكاتب حاجة اسمها مكاتب تحضيرية تحضير بحضر القضية بحضر الدعوة بتاعتي لما مش أخد القضية وحطها في القاضي الابتدائي على طول كده لا ناقصها كتير ناقصها كتير مكاتب التحضيرية دي عبارة عن إيه أنا أتمنى أن يكون فيها قاضي قاضي عنده صلاحيات بيحط الأوراق لا أنت ناقص كذا ناقص كذا عنده صلاحيات إيه صلاحيات أن يرفع يعني فيه ناس كتير عندها دخل أزواجهم مش قادرين يثبتوا عليهم ما يقدروش يثبتوا للأسف ما يثبتش غير على الموظف اللي هو اللي عنده دخله ثابت من الحكومة وكده إنما الناس اللي هي العالية ما بتقدرش تثبتي وبيبقى فيه تلاعب ومعروفة لدى القضاء لكن ليهم الأوراق أنا بأعذر القاضي القاضي ليه أوراق وصادر يحكم عليها لكن لما أنا جيب قاضي مختص وعنده صلاحيات إن أرفع السماعة على البنك المركزي فلاني 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 دخله إيه في البنوك هيجيله لما أرفع السماعة وأقول التركات أو الحاجات عنده إيه الدريبة العقارية عنده إيه القاضي ده هيقهب الدوسي رايح لقاضي الابتدائي معد زي ما هو قاضي الابتدائي هيقدر ياخد مش القاضي الابتدائي أنا أقول له يقول لي خدي تصريح هاتي وهاتي 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 هاتي من مين حضرتك أنت تاخد شهور هي بتكلم عن فكرة التخصص أنه في محاكم الأسرة يبقى فيه متخصصين يتناولوا القاضية بشكل متدرج مش مجرد كله بإعداد أهم حاجة الإعداد بعد بعد القاضية للقاضي بس هاي بتعرف القاضي اللي عنده إن الفكرة زي ما هي بتقول هي محتاجة حد عنده شلاحية يعني القاضي يبقى عنده شلاحية مش قاضي ابتدائي وخلق يعني اتجلى قصدك عليه إنه يبقى لا إحنا نعمل قاضي تحضير يبقى فيه موظف حد ذاته مختلف الموظف موجود لكن لازم يكون فيه آدي عنده صلاحيات صلاحيات بترعي ربنا بيطلب ده وده وده مش أنا أخذ تصريح واروح المرور أجيب كام عربية عند الزوج ده أو مش عارفية لا هو عنده الصلاحية إنه بيرفع سماعة التليفون وبيقول ده إيه وده إيه وده إيه فإذا الدوسي بيروح ما بيعودش سنة بقى ما بيعودش ثلاث شهور على بل ما يروح الاسم ويرجع متكامل بيبقى دوسيق رايح أي كامل يا دكتور من طول ما إحنا قاعدين القضية مؤجلة القضية مؤجلة بالذات القضية أنا بسمعش غير القضية مؤجلة لمدة سنين وسنين هاي دي الفكرة إيه اللي بيأجل القضية أنا عاوزة يعني دي حاجة من الحاجات أنا أسفة يعني بس أنا ما عنديش خبرة فيها ولا درساها إيه اللي بيأجل القضية فكرة الفيلم بتاع زمان اللي هو أريد وحلم ده موجود ده لسه موجود ده حضرتك وقت بعد ما إحنا في القرن الكام وبعد ما إحنا تقدمنا ده موجود موجود الستة ما تطلب الطلاق بتقعد بالسنين في المحاكم طب ليه ليه ما نسهل الموضوع ليه أنا ما عملش زي إصوة بالبلاد العربية إحنا دلوقتي البلاد العربية كلها عندها قوانين كتير في حاجة اسمها عقد عقد اتفاق للطلاق زي عقد اتفاق الزواج زي عقد اتفاق الزواج في تونس مثلا في تونس موجود وفي بلاد العربية في الكويت موجود في السعودية موجود أنت عارف يا رانا ده إيبا أنا هستأذلك فهموني ده إيبا أنه في تونس ممنوع يتجاوز أكتر من واحدة يتجاوز أكتر من واحدة أنت أنا عارف لها من الدكتور أي واحدة تخيلوا واحدة بس بس أنا كنت فاكرة حاجة يعني أنا بعد بعد الخلعة قانون الخلعة يعني عرفت أن الدنيا بيت أسهل بكثير قوي أن الست من حقوقها زادت أنا كنت متخيلة كده أنا متخيلة أنها بقى عندها قوة زيادة لكن بالله أنا بسمعه السنين اللي فاتت بعد قانون الخلعة لا ده لسه ده الخلعة ده في مشكلة كتير قوي برضه طب من فضلك تشرحلنا بقى إزاي أنه الدنيا مش بتتسهل بتتعقل يعني خلينا نقول أنه في الأول في مشكلة في الإجراءات يعني دفوه صغير كده في الخلعة يعني السنة ما بتطلب الخلعة بتتنازل عن حقوقها وبترد كل حاجة للزوج في كتير بقى في عقد أسيمة الجواز بيكتب عشان ما يدفعوش مش عارف إيه للمأزون والحاجات دي بيكتبوا أن المهر بتاعها كان جنيه ربع جنيه لما بقاش الربع دي فقط ده المهر ولا مؤخر الصداف ده المهر فهي لازم تردله مهر هو بيدفع جنيه ممكن يكون عشان دلوقتي بيقولك الحياة مشاركة النص بالنص فبيجيب نص العفش وهي نص العفش أو حاجة كده تيجي حضرتك تلاقي ساعة القاضي ما بيقول الخلع ورديله مهر الزوج بيقول لا أنا مهري ما كانش جنيه احنا حطينه حاجة نسبية بيعترف بيه القاضي ويقول له هات شهود بيجيب اتنين صحابه تعالوا شهدوا إن أنا دفعت مهر مئة ألف جنيه مزيد من الخطط بيعترف بيه والزوجة مجبرة إن تردله مهرو مع إني مهرو راح في عفش أو حاجة أو شارك معاها في كده فيش أي حاجة مكتوبة تبقى دايج بيجيب اتنين شهود ينتهى الموضوع على كده أنت عارفة مشكلة إيه إنه الست ممكن دلوقتي تدخل الجوازة لازم تبقى مؤمنة نفسها لحسن يحصل أي غدر أي نوع من غدر تبدأ أي نفسية في الدنيا تتجوز كده داخلين بيزنس مش داخلين جوازة إحنا داخلين من أولها مش واسطين في راح فأنا هتديك نفسي إزاي لو أنا مش واسطة إن أنت حتأمن لي يعني حتأمن لي مشتقبلي وتأمن لي حياتي ده أنت وخدمي أنا شخصيا إزاي ده بيحسن لا ومش بالإتباع كمان مش إنك أنت تقولي له لا لازم تتعمل يعني هو من نفسه اللي يبادر بكده بس ما بقاش أنا دخلة وعمالة بحسب لحسن لو حصل كده هعمل كده يعني برضو الحياة مشاركة الحياة مشاركة وكله لكن الست لازم تحترس أكيد أنا بس أقول للمشاهدين حاجة هم ما شايفين معانا على هاو دلوقتي مجلس النواب حالا وإيه اللي بيحصل فيه بس عشان الناس ما تبقاش شايفة شايفة صورتين قدامهم طيب بما إنها هيكت عايشة في فرنسا 12 سنة المرأة الفرنسية لا أغدى حوالا لولك البلاد العربية أغدى حوالا المرأة الفرنسية بتاخد حقها أما بيكونوا بيتطلقوا زي ما بقولك كده بيروحوا مكتب تسوية بيروحوا بيكتبوا العقد العقد عبارة عن إيه إحنا هنتطلق النهاردة إنت ليك حقوق يا زوج إيه ليك حقوق تشوف أولادك وزيارة ويباتوا معاك وكله خد حقوقك إيه هي لها حقوق إيه الحقوق النفق على الأولاد الصرف على مدرسهم وصرفات الدراسية تأهب لهم الحياة يعني بتحضر وتراضي بتراضي جدا جدا بيشوفوا بعض حضرتك بقى الست دي عشرة الراجل وشالته كان فيه نفس واحدة اللي إحنا هنا عايشين يعني بنقول على كفة أفريد آه يوم ما بيتطلقوا اللي عملوا بتقسم بالنص ده هي فوق نص البيت ده النص اللي شوفي حضرتك فيه كرسيين هو كرسي وهي كرسي نص بالنص آخر عارف حقه هو هو عارف حقه ومتجوازها على هذا الأساس عارف أني لو فيه حصل يوم طلق هيحصل كده ده اللي إحنا عايزين نعمله مع الزواج فيه عقد اسمه عقد طلق أنا مبشرش كله إنما فيه عقد اسمه عقد طلق بنتفق فيه على مؤخر على كذا على كذا ده بيبقى كويس وبين وده حلو للشباب اللي طالع أنت عارف دلوقتي فيه عقد جواز لا فيه عقد حاجة اسمه عقد ده طلق خلي بالك عشان عشان يوم ما تضيعش الحول ما تضيعش الحول طب بمناسبة بقى مجلس الشعب اللي موجود دلوقتي آه أنت بالطلب إيه يعني النهاردة طبعا أقولك جلسات الإجرائية آه لازم يكون على أجندة المجلس الشعب حقوق مرحول حقوق مرحول أنا بشكر سيدة مرفة التالي بالزبط كده يعني أنا نديت بالنشقة من حق الزوجة حتى ولو بعد الحضانة لأنها لمست معي بعض الظلم اللي وقع عليها آه السيدة بصراحة جميلة جدا وطلع القانون وكله مستنين مجلس الشعب للتصديق عليها يعني يا ريت يا مجلس الشعب احنا مجلس الشعب فيه كم سيدة هتوافق طبعا كل السيدات هم 80 لكن فيه 500 راجل يا ترى الرجالة فيهم قد ايه هيوافق على القانون ده احنا مجلس الشعب يمكن بتاع السودان ممكن يوافق لأن فيه 30% سيدات اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني معلي شأن المرأة احنا عايزين السيد الرئيس بشكل كبير بس كده يريد بقى السيد الرئيسة ما طلعك ما استناش مجلس الشعب علشان يطلع قوانين لأمن الدولة قلنا له صح ما تستناش ده أمننا أمن الدولة هو أمننا أمن المرأة يا سيد الرئيس أمن المرأة هو أمن الأسرة هو أمن الدولة أما تأمنني أنا هاعيش أمننا في بلدي ياريت ياريت يا سيد الرئيس تأمن المرأة ما يجيش الزوج يجوزها نهاردة وتعاشر وتعيش معاه حياة مشاركة 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 وبعد كده يقولها يلا مع السلامة أنا مش عايزك روح إلى بيت أبوكي فين أبوكي توفى ما في الشقة تروح تعيش عند أخوها ولا أختها ولا بنتها ولا ابنها ما ينفعش ياريت يا سيد الرئيس تكرم المرأة بأن يكون لها مهانة أنها تخرج الشارع الراجل لما يخرج غير الست ما تخرج للشارع أنا أحسن في السؤال على الجسد أنا عاوز أقول حاجة بس عشان أنا بشوفه دايما يعني أنا بعيدة شوية عن القوانين وعن المواضيع الاجتماعية بشكل عام لكن أنا بشوف نظرة المجتمع أن هم اللي بيحكموا على الست المطلقة أكتر من القوانين وده بقى اللي احنا لازم نواجهه يعني أنت دلوقتي بتقالك إيه؟ آه دي المطلقة دي بقى خلاص دي بقى دي سابت جزها سابت جزها؟ تشعرفك هي اللي مر كيان مستباح يعني آه بالزباح فدايما المجتمع بيحكم مش بس الحكومة ومش بس القوانين مش بس الدستور المجتمع بيحكم على المرأة بأنها بقتش ستة كويسة أنا أسفة أن أنا أقولي الكلام ده لا بالعكس ده في حد زيته يضيق يعني أنا نفسي المجتمع كله يبتدي يغير نظرته لأن المجتمع لو غير نظرته ده الواحد ودافع أن مجلس النواب النهاردة يحط ده من أولى الحاجات في القائمة اللي المفروض أنها تتنسس يعني نظرة المجتمع أصدق أنها ممكن تغير القوانين طبعا طبعا أنت مش لما بتبيعيد واحدة كلنا بعض بنواجه ده مسحيالي تغيرت شوية لأن الست دلوقتي بتعمل خلع الست هي اللي بتطلب الطلاق بس النظرة فيه طلاق اسمه طلاق للضرر الضرر وقع عليك أنا بحيي الست اللي بتطلب أنا هايزة الطلاق إذن دي مستقلة ومش رادية إهانة مش رادية أن هي تعيش حياة مش كريمة ولو شيء الراجل اللي اهتز صورته في عين زوجته لو زوجك اهتز اطلبي الطلاق لأنك هتطلق هتطلق هتهاني إذن من تسباب الطلاق سوق التأدير سوق التأدير سوق العشرة مفيش مسئولية لا 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 السبت بتشيل مسئوليات الزوج اللي يشيلك مسئوليات أزيد من مسئولياتك هتعيشي طول عمرك كده آه تعالي لقوني الكلام عن المسئوليات دي مبقيتش متحددة تعالي لقوني الكلام عليها قالك من جره عجب كده سخلتي أنا عجب السنة بس لا أستنين هاي أعودك بقى السنة بسترياحة شوية كمان قالك من كم يوم طلعها فتوى إن السيدة مش المفروض مش ملتزمة بإنها تعمل يعني واجبات المنزلية أيوة من أيام الرسول يجيب لها خادمة خادمة سنة بقىش الموضوع كده إيه تده تقول بسكة تانية أيوة من أيام الرسول عليها صلى الله عليه وسلم يجيب لها خادمة طلع مقدر يجيب لها خادمة حضرتك لو رضعت بالنسبة إن أنا نسة أولادة لو رضعت الطفل بتاخدي أجر يا ترى في واحدة خادت أجر من جزها على الرضاعة ابنها أو ابنتها لا دا 24 ساعة ساعة من غير ولا أجر دا ارهاق للست الرضاعة واجب عليك قال لأ أيام الرسول كان فيه المرضعات وكانوا بيدفعوا لها أجر فأوصى فيه حديث أنا مش عايزة أقفتي إن الست اللي تردع طفلها تاخد أجر عليها أنا هستسمحة بس معنا الأستاذ أيمن من القاهرة في اتصال أستاذ أيمن علو يا أستاذ أيمن اتقطع المعلش الطيفون طيب يعني إحنا شايفين دلوقتي إنه ما عرفش من كلمك حسن إحنا بنرجع لورا مش بتطلع لقدام يعني معقولة في عهد الرسول عليه السلام كانت المرأة مقدرة ودلوقتي يعني يعني غير مقدرة وممكن تتعرض لإهانة وممكن ترتدي ترتدي إنها تعيش رغم الإهانة وسوق المعاملة والتقدير لمجرد بس إنه هي مش لا يا مكان تعيش فيه طيب سانية واحدة عشان أستاذ أيمن رجع بقى فحنا لازم ناخد باتصال يا أستاذ أيمن مساء الخير ألو أيوة دكتور أيمن مع حضرتك أهلا وسهلا زيك يا دكتور تفضل يا دكتور أهلا بحضرتك الحمد لله الحقيقة كنت بس عايزة أعلق على موضوع الحلقة اللي هو ما جاي على الشاشة نفسه اللي هو اللي شاء من حق الزجة الغير حضرينة تمام وقد تكون أنا يعني الشهادتي كرجل مش هتبقى مجروحة بالنسبة للبرنامج أنا برضو مطلق والحقيقة أنا مع كلام الدكتورة قلبا وقالبا يعني اللي مش معقولة طبعا إن واحدة بعد ما يكون متزوجة وأيا كانت الظروف اللي بينها وبينزوجها دي ممكن تحصل في الحياة بتطعمها ويختلفوك وهي بتربي أولادها ينتظر في المسكن الزوجية لحد ما تربي جل أولادها تبدأ تاخد الصمرة بتاعتهم ويقول لها لا مع السلامة روح طبعا هتروح فين يعني وهو أصلا له سكن وتجوز وعاش حياته ودحقه مش هنكره على الرجل يعني لكن يعني هي ربت لحد 14 سنة وانتهت سن الحضانة يعني بتنتهي حياتها يالا طلعي بره 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 ده اللي يشلي واحدة بتتريني بره 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 حتروح هنين يعني طبعي مش عايزها يا ريت الرجالة كلهم زي حضرتك آه والله لا ده أنا بحايني أو إذن ده فيه أمل شابو إذن ده فيه أمل والله ده فيه أمل كبير جدا إن فيه رجولة هي الله كويس وفاصل فاصل دكتور أيمن هو حضرتك وانا مطلق يعني يعني أنا بقوله حضرتك أنا رجل مطلق يعني مش مش واحد ديسة زبت معاك طب حضرتك دكتور في إيه يا دكتور أيمن كل واحد إزاي قانون زي ده موجود في مصد اللي متتغرب والله طيب أنا بس عوز أستأذن حضرتك إنت لما بتقعد مع العينين بتوعك مثلا وبيحكو لك عن مشاكلهم بتقولهم الكلام ده لا ليه بقى وهو ده هي دي اللي احنا بنتكلم عليها إن لازم بس زي بعض أنا مش سامعيك يا دكتور أيمن مش سامعينك يا دكتور بتكلميها زي بعضها ومش كل العقول بتستوى بنبت الكلام درعي أنا معدرش أملي ده أنا بقول لها لك عشان أبتكلم على فئة مسقطة معينة بكلمها دلوقت لا بس في مهات ثانية مش هتستوى بالكلام ده في الحمية الرجل آه يعني إيه دي شقيقي آه لازم عوصيها يعني إيه ده كده يعني فهم حضرتك شوية في برضو حمية الرجل الشاري دي ما تقدريش المصري بالذات عنده حتة كده يعني آه قد تكون صحة أو غلط بس موجودة موجودة في قطاع كبير ودي اللي خرب الدنيا حضرتك متخطيها يا دكتور أيمان يعني يعني حضرتك متخطيها وفاصل ما بين آه تجربتك الشخصية ورأيك المحايد لأنه حضرتك بتتكلم بشكل محايد جدا بشكل عاقل جدا وابشكل منطقي فمناقشتك للعينين يعني أنا لما جيت تكلمت مع أنا ورانا جينا تكلمنا مع الدكتورة مها بنقولها حضرتك طول الوقت بتتعرضي أنك بتشوفي حالات قدامك سواء حالات مرضية لكن بتتكلم معهم في حاجات كتيرة تخليهم يعرفوا حقوقهم كمان لما حضرتك تتكلم أنه تتكلم مع العينين بتوعك في تجارب مشابهة لده ده هيخلي المدارب بتاعتهم تتفتح طبعا ويبقوا عارفين بالزبط إيه الحق والعدل لما الحق والعدل يعمم أعتقد أنه مش هيبقى فيه أي مشاكل مش كده ولا يرمي طبعا طبعا مش كرة تهيالي الإعلام بقى هو معايز أقول حاجة لسه أدفى يا دكتور أنه النهاردة لما أنت ترمي أم ولادك برة فيوم الأيام ولادك حيرموا مرطاتهم برة لا وبيرموا أم because of his and of his وليش بيرموا أم بيرموا أم بيرموا أولادهم هómo بيقولوا حضرتك بيرموا أولادهم لأني خلاص الستة كأنها اتطلقت أنت ولاد أمك مع أمك hasn't?? ما فيش الفكر أن inspeed لا خلاص أنت ولادي وولدها خلاص أنا يعني سعيش يعني ليكي أب هلات تمش لكي أم لكن أنا بنصح كل أم قبل ما تأهب ولادها نفسيا عشان ما يطلعوش نفسيا للجواز مش حابين لا وخلقنا من أنفسكم أزواجا وربنا خلق الطبيعة كلها من كل حاجة اتنين بالضبط لو ما حصلش نصيب ده مش معناه نهاية الدل بالضبط حياة جديدة أبدا أبدا دكتورة مهة أنا بشكرك جدا وحياة نورتين وحياة احنا كلنا متفقلين بمجلس الشعب وحسين أنه هيبقى في صالح المرأة وفي صالح قوانين الأحوال الشخصية ياريت أنا المشكرك كل سنة وانتو طيبين إن شاء الله نقابلك كمان بإذن الله في خلال نقول السنين اللي جاية يبقى فيه مش سنين شهور بإذن الله اللي جاية يبقى فيه أكيد تحسن في القوانين أتمنى يا رب في الحالة النفسية بتاعت المرأة تحس إنها وقد حقها شويتين إن شاء الله إن شاء الله طول ما المرأة بتطالب وهنطالب وما تسكتش عن حقها وما تهنش ولا أي شيء ولا يهمها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا المشكرك لكم جدا نرسي